أعلن المهندس باسم بن عقوب الحمر وزير الإسكان انتهاء الوزارة من تنفيذ برنامج توزيع 3000 وحدة سكنية التي أمر بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة أولي العهد نائب القائد العلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الحمر أكد في الوقت ذاته بدأ استعدادات الوزارة لتنفيذ أمر سموه بتوزيع 3200 وحدة سكنية خلال المرحلة المقبلة مشيرا إلى أن الوزارة نجحت في ترجمة أمر سموه للعهد بتوزيع 3000 وحدة سكنية إلى واقع وفق الجدول الزمني حيث استطاعت الوزارة أن تنجز 14 مشروعا في مختلف محافظات المملكة وأرضف الوزير أن توجيه سموه للعهد بتوزيع 3200 وحدة سكنية أخرى خلال المرحلة المقبلة يعكس مدى رغبة القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة في الإسراع بتلبية الطلبات الإسكانية للمواطنين والمدرجة على قوائم الانتظار مشيرا إلى أن الوزارة بدأت فعليا في الاستعداد لتنفيذ هذا الأمر من خلال إعداد قوائم المستفدين وحصر المشاريع التي سيتم إدراجها ضمن البرنامج تمهيدا للإعلان عن بدئه خلال الفترة المقبلة مؤكدا أن برنامج عمل الحكومة الذي يقضي ببناء 25 ألف وحدة سكنية والمنبثق عن التوجيه الملكي السامي لبناء 40 ألف وحدة سكنية حدد ملامح المرحلة الإسكانية حتى عام 2018 وأن الوزارة ملتزمة بجميع ما ورد به من محاور سواء ببناء الوحدات السكنية أو حتى بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص